موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت ثري لسن سفن اليونت الثالث الدرس السابع تفحص أو تفقد فهمي موجودة بصفحة 50 من كتاب الطالب صفحة 48 من كتاب النشاط قبل ما بدل الدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاح حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الابتدائي بصفحة 50 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة تفحص أو تفقد فهمي read sports are great اقرأ قطعة الرياضات عظيمة again مرة أخرى color the correct sentences لون الجمل الصحيحة and write the wrong ones again وعد كتابة الجمل الخاطئة مرة أخرى كذلك مثل ما وضحنا بالدرس السابق هذا نشاط حلينا بالدرس السابق مع القطعة السابقة اللي هي الرياضات عظيمة اليونت الثالث الدرس السادس رح نعيد حل هذا التمرين لأن التمرين جدا مهم بالامتحان التحريري وكذلك الامتحان الشفوي بالامتحان الشفوي مثل ما وضحنا أنه يجينا بامتحان الأصغاء الأستاذ يقرأنا القطعة مرة ومرتين وثلاثة ويجيب للأسئلة المتعلقة بيها اللي هي هاي الأسئلة عبارة عن أسئلة yes or no وكذلك مهمة بالامتحان التحريري من الممكن أن يجيب ليها بالسؤال الأول يجيب للقطعة ويجيب للأسئلة المتعلقة بيها اللي هي عبارة عن أسئلة yes or no لذلك وضحنا القطعة بالدرس السابق ورح نحل الأسئلة المتعلقة بيها أسئلة جدا مهمة بالامتحان التحريري وكذلك الامتحان الشفوي تحتاج إلى أن تتعلم الكثير من القوانين لكي تذهب إلى المتنزه المائي الإجابة صح له خطأ ذكرنا بالدرس السابق أن المتنزه المائي مكان مخصص للأطفال وما يحتاج الطفل أن يتعلم كثير من القوانين للعب بالمتنزه المائي لذلك الإجابة صح له خطأ الإجابة كي تخاطئ فأقول له no وأحاول أصحح هالجملة أقول له أنت لا تحتاج إلى أن تتعلم الكثير من القوانين للذهاب إلى المتنزه المائي ليش؟ لأنه فقط للمرح أو للمتعة ثانيا هو يفضل لعب ألعاب الكمبيوتر أو ألعاب الحاسوب على لعب الرياضات الإجابة صح له خطأ ذكرنا بالدرس السابق أن جميع الأشخاص كانوا يفضلون ألعاب الرياضات بدلا من ألعاب الحاسوب لذلك الإجابة صح له خطأ الإجابة كي تخاطئ أقول له no وأحاول أصحح هالجملة أخلي playing computer games بدلا من doing sports فتكون الجملة بهذه الطريقة no he prefers doing sports to playing computer games هو يفضل لعب الرياضات بدلا من ألعاب الحاسوب number three ثالثا being in a team is a good way to make friends أن تكون في فريق هي طريقة جيدة لعمل صداقات الإجابة صح له خطأ ذكرنا بالدرس السابق أنه من الأشياء الجيدة في الرياضة هي أن تخليني أكون صداقات جديدة لذلك الإجابة صح له خطأ الإجابة كي صحيحة هو أن تكون في فريق هي طريقة جيدة لتكوين صداقات جديدة لذلك إذا كانت الإجابة صحيحة شا سوي ألون الجملة وأكتب تحتها yes فألون الجملة وأكتب تحتها yes number four رابعا the boy thinks that swimming is a good way to keep healthy الفتا يظن بأن السباحة هي طريقة جيدة لكي نكون صحيين الإجابة صح له خطأ ذكرنا بالدرس السابق أن رياضة السباحة هي من الرياضات التي تجعل الجسم صحي لذلك الإجابة صح له خطأ الإجابة كي صحيحة لذلك ألون الجملة وأكتب تحتها yes هذا ما يخص هذا النشاط مثل ما وضحنا بالدرس السابق أن تصحيح الجملة مو مهم فقط لازم أعرف أن الجملة yes لونه ما يحتاج أحفظ تصحيح الجملة ننتقل إلى النشاط أسفل الصفحة work with a partner أعمل مع زميلك ask and answer the questions أسأل وأجب على الأسئلة هنا منطيني من نشاط بين تلاميذ اثنيا عبارة عن محادثة تلميذ يسأل والتلميذ الآخر يجاوبه شن الأسئلة اللي يسألها التلميذ والتلميذ الآخر يجاوبه هنا أنا عندنا مجموعة من الأسئلة اللي ممكن يستخدمها التلميذ بهذه المحاورة أو بهذه المحادثة فمثلا هنا أنا إستخدم كم مرة أو كم بالعادة مثل ما وضحنا بالدروس السابقة باستخدام وشون نجاوب على هذا السؤال مثلا يقول له كم مرة أو كم بالعادة تلعب كرة القدم أو تذهب إلى السباحة كم مرة تذهب إلى السباحة إلى آخره السؤال الثالث باستخدام لماذا مثلا يقول له لماذا نقوم بالرياضة هذا السؤال أخذناه بالدرس السابق وكذلك السؤال معناها أين أين تذهب أين تلعب أين تفعل مثلا يقول له أين تلعب كرة القدم وكذلك التلميذ الآخر يجاوبه عن مكان لعب كرة القدم أما السؤال الأخير فهي هذا السؤال مألوف جدا ما هي رياضتك المفضلة التلميذ الآخر يحاول يجاوب مثلا يقول له أنا أحب كرة القدم أو كرة السلة إلى آخر إذن هذا مجرد نشاط بين تلاميذ اثنين عبارة عن محادثة التلميذ الأول يسل باستخدام أحد هذا الأسئلة والتلميذ الآخر يجاوبه مثل ما وضحنا بملاحظات السابقة عن كيفية الإجابة عن هذه الأسئلة ننتقل إلى الصفحة الثانية من كتاب الطالب نكتوب P4 Project المشروع مثل ما وضحنا بالوحدات السابقة أن المشروع هو عبارة عن نشاط لا صفي من الممكن أن التلميذ يشارك به يرسم بوستر أو يجمع مجموعة من الصور ويوضعها على شكل الفايل يعتبر كنشاط لا صفي فهنا نقول لك Choose a sport to make a poster about it اختر رياضة لكي تعمل بوستر عنها عن هذه الرياضة إذا تذكرون باليونت الثاني عملنا بوستر عن الحمامة أو اليمامة وكذلك باليونت قبله إذن هذا مجرد نشاط لا صفي التلميذ من خلاله يختار رياضة مثلا هو مختار لي الفوليبول اللي هي كرة الطائرة يختار هذه الرياضة يجمع معلومات عنها باللغة الإنجليزية يحاول يخلي صور أو رسومات عن رياضة كرة الطائرة إلى آخره ويجمع لن المعلومات والصور والرسومات ببوستر أو فايل ويشارك بيها كنشاط لا صفي هذا النشاط غير مهم بالامتحان التحريري لكن بعض الأساتذة يجيبون أسئلة من داخل هذا النشاط لذلك رح نوضح هذا النشاط فهنا يقول لك كرة الطائرة تلعب حول العالم الكرة تبدو كأنها كرة قدم لكنها طرية أكثر فريق كرة الطائرة لدي ست لاعبين يمكنك أن تلعب كرة الطائرة بقاعة كبيرة مع شبكة كبيرة في الوسط القانون الأول اضرب الكرة فوق الشبكة القانون الثاني الفريق الثاني يضرب الكرة مرة أخرى القانون الثالث لا تدعي الكرة تلمس الأرض هذا ما يخص هذا النشاط مثل ما وضحنا النشاط لا صفي من الممكن أن يجمع التلميذ معلومات عن ريال الكرة الطائرة يرسم رسومات يجمع صور ويخليهن بفايل ويشارك بيها كنشاط لا صفي ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين أي play the game العب اللعبة read the rules وقرأ القوانين هنا النشاطات مال هذا الدرس كلها عبارة عن game لعبة شنو قوانين هاي اللعبة طبعا هذي اللعبة تلعب داخل الصف نشاط عبارة عن لعبة قوانين هاي اللعبة هي كالتالي أولا the game for two or three players هذه اللعبة هي للاعبين أو ثلاثة لاعبين the winner الفائز is the first to get the start to finish الفائز هو الشخص اللي ينهي من البداية للنهاية أولا number two ثانيا you have one minute لديك دقيقة واحدة each player makes a list of sports and activities كل طالب يسوي قائمة بالرياضات والنشاطات بهاي الدقيقة اللي نطانيهاها الأستاذ the player with the highest number التلميذ اللي يكتب أكبر عدد من الرياضات والنشاطات starts first يبدأ أولا إذن اللي يبدأ أولا هو التلميذ اللي يكتب بدقيقة واحدة رياضات أو نشاطات أكبر من التلميذ الآخر number three ثالثا the first player moves one space اللاعب الأول أو التلميذ الأول يتحرك خطوة لنفترض أن التلميذ يتحرك خطوة نحو هذه الصورة the player chooses which space to go يختار لرياضة من ذن الرياضات اللي موجودة يتحرك خطوة ويختار لرياضة من ذن الرياضات بعدها the first player makes sentence about the sport or activity يكون جملة عن الرياضة اللي يختارها مثلا نفترض أن التلميذ يتحرك من نقطة البداية لهذه الصورة فيكون جملة عن هذه الصورة هاي رياضة الرنينج الركض يحاول التلميذ الأول أنه يكون جملة عن رياضة الركض the other players say if the sentence is correct اللاعبين الآخرين يحددون إذا كانت الجملة اللي قالها اللاعب الأول التلميذ الأول صحيحة أم خاطئة if it is incorrect إذا لم تكن صحيحة the first player moves back one space اللاعب يرجع خطوة إذا كانت الجملة اللي قالها مصحيحة وإذا كانت صحيحة يكمل خطوة ثانية وهكذا إذا كانت مصحيحة يرجع التلميذ الثاني يتحرق خطوة ويتبع نفس القوانين اللي تبعها التلميذ الأول إذن الصفة احتين عبارة عن نشاط صفي على شكل لعبة عرفنا قوانين اللعبة شونة اللاعب داخل الصف كل صورة من ذن الصور يحاول التلميذ يكون جملة عليها والتلميذ اللي يوصل للنهاية أولا هو التلميذ الفاعز هذا النشاط غير مهم بالامتحان التحريري أو حتى الامتحان الشفوي مجرد لعبة يتم لعبها داخل الصف أما التمرين بي look say cover write and check هذا التمرين اللي صادفنا بكل يونت بنهاية كل يونت look انظر انظر إلى الكلمة منطني مجموعة من الكلمات انظر إلى الكلمة say انطقها cover اغطيها بإيدي write اكتبها بهذا الحقل and check وارفع عيدة عن الكلمة واتأكد إذا كانت إجابتي صحيحة وعيد كتابتها مرة ثانية وثالثة عن المدأحفظ املائها وكذلك مع بقية الكلمات هذا كذلك مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة التركيزة للتلاميذ على املاء بعض الكلمات وهذه الكلمات هي once, twice, sometimes, often هذا ما يخص تمرين aub ماكو تمرين من أدهن مهم بالامتحان التحرير او الامتحان الشفوي هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم اخذنا به فقط نشاط مهم اللي هو النشاط المتعلق بأسئلة yes, no المتعلقة بالقطعة السابقة قطعة الرياضات عظيمة وقلنا هذان الأسئلة جدا مهمات بالامتحان التحريري وكذلك الامتحان الشفوي من ممكن تجين بالامتحان الصغار او بالامتحان التحريري بالسؤال الأول على شكل أسئلة yes and no لتابعتكم للفيديو اي سؤال او سفسار او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة منكم على الشاشة